هذا وينضم إلي هنا في الستوديو للحديث أكثر حول هذه الموضوعات الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكيب شنان مرحبا بك أستاذ شاكيب بكلمات أخرى ربما إذا وجهنا السؤال بطريقة مختلفة هل سيعني المدى البعيد لأي خطوة ستتخذ من خلال هذا التصويت هشاشة إضافية لهذه الحكومة أو أنها لم تعد صالحة لأن تدير جؤون البلاد 55 سنة منذ عام 1967 حتى الآن هذه الأنظمة أو هذا القانون كان سائدا على الضفة الغربية وكان أمر واضح لا جدال ولا غبار عليه اليوم ولأول مرة تعم الفوضى نتيجة عدم قدرة هذه الحكومة على تمرير هذه الأنظمة إن دل ذلك على شيء يعني بالأمد القريب للقصير هذه الحكومة لن تسقط نتيجة هذا التصويت إلا أن الوضع هو دلالة على وجود أو انعدام وجود قدرة على إدارة شؤون البلاد يعني 600 ألف مواطن إسرائيلي يجد نفسه منذ الفاتح من تموز في وضع غير مسبوق من ناحية انتمائه أو عدم انتمائه خضوعه أو عدم خضوعه للقانون الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية هي ليست الأمر المطروح إنما المطروح هو شيء واعد فقط ما هو وضع المواطن الإسرائيلي الذي يسكن في الضفة الغربية نعم وفي هذا السجال وهذا الانزلاق إن صح التعبير يعني أين يكمن دور كل ما يتعلق بمركبات هذه الحكومة أستاذ شكيب نحن منذ البداية نتحدث عن حكومة كما تفضلت كذلك بالحديث متفاوتة في الأيدولوجيات متفاوتة في النهوج المختلفة إن صح التعبير أين ستكون الكبوة الأخيرة لهذه الحكومة أنت تحدثت عن أن التصويت أو عدمه في هذا القانون لن يسقط الحكومة بشكل آني ولكن ماذا يتوقع للمستقبل القريب؟ لا أقول بشكل واضح عندما قامت هذه الحكومة الهدف من قيامها كان منع استمرار حكم بن يمين نتنياو وكان اتفاق بين مركباتها رغم تفاوت المواقف الأيدولوجية بينهم الحفاظ على الوضع الراهن ما يسمى الستاتوس كو يعني حزب القائمة العربية الموحدة عندما وقعت على الاتفاقية الانضمام للإتلاف الحكومي عرفت أنها ستحافظ على الوضع الراهن الموجود بما في ذلك العملية الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية وهذا الأمر كان واضحا بشكل لا يخضع للجدل لذلك عدم انصياع كل مركبات الائتلاف للتصويت حول أمور متفق عليها مسبقا يشكل مشكلة كبيرة جدا لمركبات اليمين الموجودة في داخل هذه الحكومة لذلك ستكون في الأيام القريبة مواقف مختلفة قد نسمعها من حزب تكفا حدشاء ومن حزب يمينة وغيرهم هناك أعضاء في هذه الحكومة يرون في هذا الفشل فشل أيديولوجي وسندخل إلى سجال أكبر بين مركبات اليمين الإسرائيلي يعني سيقوم أعضاء اليمين المتواجدين بالحكومة باتهام اليمين الإسرائيلي المشكل من الليكود وحزب بينكفير واسموتريش وغيرهم بالمسؤولية عن إيقاع الضرر بالمستوطنين ونحن نعلم أن 70% أو أكثر من المستوطنين هم من داعمي اليمين الإسرائيلي وهناك أصوات قيادية في داخل مستوطني الضفة الغربية بدأت تعلو بإيقاع المسؤولية على حزب الليكود وأحزاب اليمين الأخرى في المسؤولية عما سيكون وضع المستوطنات والمستوطنين إذا لم يتم إقرار هذه الأنظمة حتى 30 يونيو الحاضر عندما اتحدث عن هذه الحكومة هي ليست المطب الأول الذي تقع به ليس الاختبار الأول وبطبيعة الحال لن يكون الأخير وفي المقابل ما زال المناكفون لهذه الحكومة مستمرين في ضخ كل ما يتعلق بالعراقين الأخرى بدون شك اللعبة البرلمانية واضح الإتلاف عليه أن يأتي بعدته والمعارضة معارضة وعليها أن تجمع قوتها وتحاول إسقاط العكومة نحن لا نزال في أحجية الواحد وستين حتى الآن لم يستطع نتنياهو أن يحصل على الرقم السحري واحد وستين لإسقاط هذه الحكومة والوضع لا يزال مستمر يعني حتى يكون اليوم تصويت حجب ثقة في حجب ثقة الحكومة ستمر الامتحان وعندما تصل إلى تمرير القوانين تفشل في ذلك يعني حجب ثقة فاشل وتمرير القوانين فاشل نحن لا نزال في مطاب سياسي كبير اللعبة البرلمانية واحد وستين تسعة وخمسين بدون عديد سلمان ستين ستين مع عديد سلمان لا يوجد واحد وستين لا للمعارضة ولا للإتلاف أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشأن الإسرائيلي الأسد شكيب شنان على كل هذه المعلومات ويعني كما يرد هذه الجلسة الآن على قدم وصاق وربما ستكون هناك مستجدات في الضقائق وربما الساعة القريبة القادمة أشكرك جزيلا عملية التصويت مستمرة هي إسمية ولذلك ستستغرق وقت يعني قبل الساعة التسعة مش راح يكون جواب نهاية إذن سننتظر هذا الامر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا